ملف الشاي الفاسد صفقة الشاي الفاسد الموجودة هي موجودة في مخازن الدولة عندما تابعتها لقيت هناك اكتر من 3000 طن تتجاوز موجودة في مخازن الدولة تشغل هذه الاماكن منذ 15 سنة 3000 طن شاي فاسد اكتر من 3000 طن موجودة وهذه المخازن بيأمس الحاجة نحن لها بل هناك بعض الاماكن يتم استئجارها لغرض اشغالها من قبل الشاي الفاسد يعني هو حاطل شاي فاسد ويروح يعجر مخازن حتى يجيب مشكلة هي هنا نعم فعندي خسارتين خسارة بالإيجار الآن محتاج هذه المخازن خسرتني وبنفس الوقت تبقاء هذا الشاي الفاسد لمدة 15 سنة في مخازن الدولة دون اتلاف ودون إيجاد حل لهذا الموضوع ذهبت إلى مسألة أبعد قلت خلينا شوف هذه الاموال 100 تقريبا و 8 مليار و 500 500 سخة اللي يروحين المية و 8 مليار ذني منه الضمنين منه الدفاحين ظلت أبحث بالموضوع خاطبت وزارة التجارة يعني أحتسر ألا أحتسر واضح عند المشاهد نعم أنه هم مسوين مسوين إجراء نعم وهذا الشاي الفاسد خسروا الأشخاص اللي المفروض هم هي هنا المشكلة لقيت هل الخسرت شركة سعرها مية و 8 مليار مية و 8 اجيت نشوف الملف الطون الأوليات يعني حقيقة المشكلة خسروا كل موظف من الموظفين أربعة أربعة مليار نعم موظفين مو الشركة شالتها الموظفين اللي يدخلوا المواد للمخازن تقريبا كل موظف صار عاليا 27 مليار تقريبا و 500 حسا شوية وقف